التلوث البيئي، استعمال الأدوية والمبيدات الفلاحية بطريقة عشوائية عوامل أدت لنفوق عدد كبير من النحل وضع إن استمر يهدد بزوال مجال تربية النحل بولاية جيجل المربي النحل يعاني وخاصة في الظروف الحالية لحد التلوث في البيعاء هنا التلوث تصبح خاصة في استعمال أو النفايات وزيد إلى ذلك أن وجود الأدوية التي تستعملها الفلاحين وخاصة الفراورة كين دوا يقولك لا تخدموش في وقت النوار كي تكون البحيرة من نورة كي تطلق عليها الدوا وكي يحرق النوار هذاك والنوار أوتوماتيك ما عنده علاقة بواش عنده علاقة بالنحل الإفراط في استعمال بعض الأنواع من المبيدات عن طريق عملية الرش العشوائي بين طرف بعض منتجي الفراولة يتسبب في كل مرة في نفوق أعداد هائلة من النحل الفلاح سمحوا الله أنه يبدأ في الوقت للنحل تخرج على الكامل يعني من ظرف من الحادي عشر إلى الثالث عشر مساعد يعني في المساعد يعني بعد الزوال يعني هنا يقوم الفلاح برش بعض المبيدات على الفراولة هنا كل ما موجود على هذه النبتة بالنسبة للنحل يتموت حاولوا أنه نقدروا نهربهم من المبيدات هذه ونخدموا الحاجة اللي مليحة مثلاً قال الغبار هنالفلاحين يقولون الغبار مادة العضوية نحاولوا أنه نخدموا مادة العضوية ليجي من الباقية تعال بقر تعال غنم تعال الجيش هذو ملاح ميأتوش على التربة ويغني وميكونش عندهم أعراض بعد في ظل غياب ثقافة المرافقة الميدانية للفلاحين يبقى بعض مربياً ناحل يتكبدون خسائره قد تتسبب في تراجع محصول مادة العسل لهذا الموسم